اشتركوا في القناة والسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام والسيداني فين جامعة وزيرة التجارة والصناعة والسيد اللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية واجراءات التعامل مع تدعية الازمة الاقتصادية العالمية على مصر وقد استعرض السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة مؤكدا ان الاقتصاد المصري استطاع ان يستوعب تدعيات العالمية الحادة جراء الازمة الروسية الاوكرانية وما استدبعها من تغيرات في السياسات النقضية العالمية حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المصاري المالي والاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن وكذلك استقرار احتياطيات النقض الاجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية وفي هذا الاطار وجه السيد الرئيس باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من الاجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية والسيد وزيرة التجارة والصناعة وجهات الاختصاص الأخرى للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الانتاج وأضف المتحدث الرسمي أن السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2022 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة كما ارتفعت أيضا حصيلة المنتجات غير البترولية علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من جانبه تناول السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزرية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التدعيات والتطورات الاقتصادية العالمية وذلك من خلال عدة مصارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مزيد من النقل الأجنبي وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار فضلا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل أيضا وجود طلب عالمي على نشاطها اشتركوا في القناة